رغم أن ما هي عز الدين بتصنف كواحدة من أجمل الفنانات إلا أنها قفل قلبها بالضب والمفتاح بسبب العمل فيها محمد زيدان كمان من الحاجات الغريبة أن والدتها المسيحية هي اللي علمتها الصلاة وتعليم الدين الإسلامي وكات بتعقبها على التأخير أو التهاون في الصلاة مهيتيب بعز الدين اتولدت في 19 يناير 1980 في أبو زبي في دولة الإمارات وعاشت فيها أربع سنين ورجعت مصر بعدها واستقرت في اسكندرية والدها هو حسين عز الدين رجل أعمال مصري عاش في الأمارات فترة طويلة من حياته بعد انفصال والد مي عن والدتها اتجاوز من سيدة تانية عاشة في أبو زبي وكانت متجاوزة قبله وعندها بنت اسمها هيبة فاعتبرتها مي أختها من يومها ودايماً بيزوروا بعض ومحافظين على علاقتهم وبيعتبروا نفسهم إخوات من وقت لما كان عمرها 11 سنة وهيبة أكبر منها بسنتين رغم أن والدة مي كانت مسيحية إلا أنها كانت حريصة من صغرها تعلمها الصلاة والتعليم الدين الإسلامي لدرجة أنها كانت بتعقبها على تأثيرها في الفروض والصوم أو تأخرها في وقت الصلاة والدتها كانت بتدلعها باسم مي اللي حبته أكتر من مهيتاب وكانت مي ما بتحبش الدراسة خالص وكانت بتروح المدرسة غصباً عنها وشجعتها والدتها على المذاكرة في السنوية عشان تدخل معهد الفنون المسرحية أو معهد السنمة اللي كان حلم عمرها من صغرها وبعد ما خلصت سنوية عامة قررت والدتها تدخلها كلية الأداب قسم اجتماع الجامعة اسكندرية وفي يوم وهي قاعدة بتقرأ في إحدى المجلات الفنية لقيت إعلان الفيلم جديد للفنان محمد فؤاد بيدور فيه على وجه جديد يشاركه بطولة فيلم رحلة حب وطلبت من صديق العيلة المخرج مونير راضي يعرف على المخرج محمد النجار مخرج الفيلم وفعلاً قبلها واقتنع بيها وعرضها على فؤاد اللي شاف إنها هتبقى هيلة ومشروع نجمة كبيرة وشاركة ماي فؤاد أول بطولاتها سنة 2002 بفيلم رحلة حب اللحاقة نجاح كبير في السينما وتصدرت ماي ترين بعدها وانطلقت في عالم الفن والدة ماي ما كانتش بتسبق أبداً في التصوير ودايماً كانت بتكون موجودة في بلاتوه التصوير اللي بيستمر لساعات طويلة في معظم الأواد بتوصل لـ 18 ساعة في اليوم وفي 2009 كانت ماي موجودة في مطعم مشهور بتتغدى وفجأة شافت قدامها محمد زيدان اللي كان محترف في ألمانيا في الوقت ده وحصلت بينهم نظرات إعجاب وابتسميت وتعرفوا على بعض والأمور اتطورت بعد كده لحد ما تحولت لصداقة ثم خصت حب كبيرة ورغم الإعجاب الكبير اللي بينهم إلا إنهم استمروا ساعة سنة كاملة بسبب ظروف سفر زيدان في ألمانيا واليادو كان بيجي مصر في معسكرات المنتخب أو أجازة قسيرة بسبب الإصابات واتفقوا يعملوا خطوبتهم فجأة في فندق شهير بعد مباراة مصر والجزائر في تصفيات كاس العالم 2010 بس بعد خسارة المنتخب قرروا يأجيل خطوبتهم احتراما لمشاعر الجمهور اللي كان حزين لضياح حلم التأهول لكاس العالم تعبت ولت مي في نفس اليوم وقررت تدخل للمستشفى وكلمت زيدان يجيب دبل الخطوبة ولبسوها في المستشفى وتصوروا بكاميرا الموبايل وكتمي لبسة جينز وتي شيرت زي زيدان بالزبط وحصلت ضج كبيرة في الشارع المصري والوسط الفني كمان بسبب شعبيتهم والكل كان متفاجئ بالخطوبة الغريبة اللي ما فيهاش اي احتفال حتى الصور كانت غريبة ومش واضحة عيشت مي في ساعدة مع زيدان بس يدوب فت أربع شهور واتفاجأ الوسط الفني وخبر فسخ خطوبتهم ومحدش كان عارف ايه اللي حصل بينهم ولا سبب الفسخ لما تسأل محمد زيدان قال ان فسخ الخطوبة تم بسبب اختلاف في وجهات النظر وطبيعة عام المي وكمان معيشته في ألمانيا بالإضافة لبعض الاختلافات التانية في التفكير بينهم وكشف ان علاقتهم انتهت بالتليفون لانه كان عايش برا من وقتها بقت مي مادة خصبة للصحفيين والمواقع الفنية فأخبار ارتبطها بالفنانين زي تامر حسني اللي شاركته بطولة فيلم عمر وسلم بكل أجزائه وخرجت أكدت أكثر من مرة انهم مجرد ملاء وأصدقاء وقالت في برنامج علاقتي بتامر غريبة في كمية عالية زيادة طريقة هزارنا وضحكينا شبه بعض واللي جوانا مختلف واحنا في الحياة تفكيرنا غير بعض عمرنا ما دخلنا مرحلة اننا نحب بعض عارفيني اننا مش هنكون كابل كويس احنا كويسين للصداقة والضحك على الشاشة كمان خرجت الشعن ارتبطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إلا انها نفت الخبر وهو كمان نفى الخبر أما صورها مع أحمد السعداني فعملت ضجة كبيرة على سوشال ميديا إلا انهم خرجوا وأسرارنا عند بعض وولدتها زي والدتي نجي بقى لعمليات التجميل فهنلاقي مي رغم جمالها إلا انها عندها مشكلة في الأنف وقررت تعمل عملية تجميل في 2017 لتصغير حجمها وفعلا حصلت على مظهر أنف بروفايل كان متناسق مع ملمحها في النهاية بنتمنى كل التوفيق للفنانة ما يعز الدين في حياتها واكتبوا ان في التعليقات أكتر عمل فني بتحبوا لها